برضو من جزء في حدة الإعلام اللي لازم أن تتغير لازم تتغير فكرة المجاهرة بالشعور السلب تجاه المنافسين ومحدش قادر يقدر أو عايز يقدر أنه ده إعلام هتعلم الناس إيه؟ عايز تقول يجي الأهل مثلا بلعب في بطولة أفريقيا فتلاقي سؤال سامج جدا عايز الأهل يكسب بكرة ولا يتعادل هو الرجل مفترض أنه ما بيشجعش الأهل طب عنده رغبة في أنه المنافس بتاع الأهل حتى لو كان مين يكسب لكن فكرة المجاهرة بهذا الشعور السلبي لجمهور متلقي وأنا تفاخر بيها جمهور متلقي اللي بيتفرج عليك ده الأغلبية منه أهلوية وفيهم أطفال وفيهم أطفال لما يستقبل هذا الشعور السلبي أنتوا بتصدروا للناس إيه؟ يا أخي احتفظ برغبتك مع نفسك لكن المجاهرة بأسلوب بشعور سلبي دي مسألة أخلاقيا مش صح رياضيا مش صح حتى مجتمعيا مش صح بص يا صدر مجتمعيا ليه بقى؟ إحنا قاعدين مع صحابنا فيهم زمال كوية أو أهلوية لو أنت من وراء قلبك تقول جود لك النهاردة لنادي زمالك أو جود لك النهاردة لنادي الآلي أو نادي بيرمد أو أي نادي بصرف النظر عن مشاعرك اللي هي أنت من جواك يمكن عكسها لكن مسؤوليتك تقتضي منك لك تحترم مشاعره ليه؟ عشان اللي قاعدين دول طبعا ما يخرجوش يطلعوا لسنهم لبعض ويا رب بتخساره ولو بتلعبه مش عارف مين لا يكسبكو إحنا لأ هذا الشعور بالكراهية أنت روحت ليه باع أنت روحت فين مبارح صديقك أو صديقنا العزيز عدل السنهوري وإحنا بنلومه على اللي قاله قالك لا بس أنا ما كانش الكلام على الدحيل يا عم كان على الدحيل فحبينا مفكروا تاني بنص الفيديو الكامل اللي سألوا فيه وإحنا ليه بنجيب قبل مباراة الآلي والدحيل القطري في عز أزمة مصر مع قطر لإن ده نموذج للموقف اللي إحنا بنقول للناس خلي بالكم ليه المجاهرة بالشعور السلبي إلى هذا الحد هسألك سؤال كده بس يعني قد يكون ملغم سؤال ملغم شو من منطلق زم الكويتك كيف ترى مباراة غدا في كأس العالم للأندية ما بين وانت رجل سياسي أيضا يعني الصحفي سياسي كيف ترى مباراة الغد ما بين فريق قطري اسمه الدحيل وما بين فريق مصري اسمه النادي بس يعني أنا رؤمن دايما لدي يمثل يمثلني كمصري المنتخب يعني كل نادي يعني يمثل نفسه في النهاية هذه البطولة لو الآلخة ده فهتضافه دولة بطولاته يعني قول مبروك إنما في النهاية ده عادي جدا في العالم كله يعني المنافس بيتمنى هزيمة المنافس اللي بيلعب ودهمه حتى لو بيلعب في أي بطولة يعني إنما المباراة صعبة المباراة صعبة جدا واللي أنا بشوفه يعني في يعني في الوسائل الإعلام يعني فكرة لا ده يعني ممكن الأهل يغلب الدحيل ويروح يلعب غير المنخ وإحنا أقل كل شيء وارد في كرة آه لأهل أنا شاهدت أهل أقرب المباراة صعبة المباراة صعبة جدا جدا الفريق يعني لكن أنت لا تشجع إلا زمالك أنا مشجعش غير زمالك خالف حقيقة ودماغك يعني ولا تتمزج ولا تدايق إلا من زمالك أنا بصراحة لا أستمتع بأي مباراة غير مباراة الزمالك حتى هو بتهزل أنا لا أستمتع بأي كورة محلية يعني غير في مباراة الزمالك فقط شوفوا مهزوم ولا غضبان ولا جواع ودحلف ومش أتفرج تاني وهتلاقيني من العصر يوم الحد قاعد بغضب القاعد عشان أتفرج على برش كل مورفة كده هي دي الفكرة الحوار نفسه غريب ليه سؤال ملغم وليه لما هو سؤال ملغم تسألهله على الهوى وبعدين يقوله صفتك كاتب سياسي يوم يتكلم كلام غير سياسي أي كاتب سياسي بيتكلم حتى وانت رايح على مائدة المفاوضات مع عدوك بتذكر الجوانب المشتركة اللي ممكن تؤدي إلى نجاح هذه المفاوضات غير الإجراء العسكري إنك إنت لو في حرب بتروح أب وهم عدين بيضاربوا كل قوتك عشان تخلي اللي قدامك يدعن لطلباتك لكن السياسي ما بيعملش كده السياسي بيتكلم بديبلوماسية تخلى عنها الأستاذ عادل في الحيطة دي لما قاله لا ما تمناش إنه يكسب بكرة وبعدين تدارك وبتدأ قوله بس هي المباراة صعبة المباراة صعبة المباراة صعبة على فكرة المباراة صعبة لما هي المباراة صعبة يبقى البطولة صعبة ولا سهلة ولا بطولة ما لهاش لازمة في الآخر يعني ده بس للتذكرة عشان بعد كده الحوار الحوار مش معلوسات عادل الحوار من المحاور بنى على إن البطولة دي ما لهاش يعني ما معناها يعني ثلث عالم إيه وبتاعي فده الكلام أنت مدركين إنك إنت مش هتبقى سعيد دي اللي يكسب وجارك يغيزك في الآخر التحفيل لما فيش تحفيل لأن فيه زمال كوية تربطني بهم صلات أنا بحافظ على شعورهم هم بحافظ على شعوري فما بيبقاش فيه غضاة ده نتفرج مع بعض أو نقعد مع بعض أو نكلم بعض كلهم يحترم مشاعر لكن فيه ناس تانية لما بقابلهم بيحاول يغزوني بيحاول أغزهم بعضهم بدعاوة وبعضهم بيبقوا قصدين وحيلة كده وبعضهم هنرد عليه بالدليل بعد الفصل ترجمة نانسي قنقر